بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنكمل معاكم إن شاء الله دورة الاب انفنتور أو دورة البرمج بدون كود سميها إيش ما بدك هي فعليا دورة اب انفنتور وباقي البيئات اللي احنا حكينا عنها هي أبناء لا الاب انفنتور طبعا يا جماعة الخير احنا تقريبا في نهاية الدورة فبالتالي انا قاعد بكرأ في التعليقات اللي خلال الدروس السابقة جميعها وبحاول إنه إيش ما تعليق أو طلب ما حكينا عنه إنه نحكي عنه في الدروس القادمة تطبيقات يعني إحنا في التفنشات تقريبا الأمور الأساسية أنهيناها وأنا فعليا كنت حاطت لحالي رينج لحد 40 درس بس يعني شوفوا هي قربنا 80 درس ما في مشكلة أنا فيش عندي مشكلة التفاعل بك حلو مع الدورة وبرضو يعني وصلنا لفكرة إنه الآب انفنتور صحيح هو مش بقوة الأندرويد ستوديو بس هو فعليا برنامج قوي وقوي جدا وبتستطيع تسوي من خلاله كثير أمور الآن فيه إخوة بيحكولي إنه في بيئات أخرى غير الآب انفنتور والكديولر يعني مثلا في بيئة اسمها آب بلدر على فكرة الآب بلدر يعني إذا أنت اشتغلت على الكديولر في غينة عن الآب بلدر فكرة أصلا الكديولر وفكرة الآب بلدر هي فعليا الآب انفنتور نفسه اللهم إنه هون ضيف لأدوات مش موجودة هون طب كيف دك توجده هون انت بتضيفه عن طريق الاستينشنز بس يعني يعني والله في اللي اوت هون عندنا واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة هون في اللي اوت ضيف لأدوات ترتيب يعني مستحيل ما بتعرفوهاش ضيف لترتيبات ثاني ترتيبات أخرى ضيف لولله فاصلي بحيث إن أحط هنا أداة وأحط هيك فاصلي والأداة يبكى بينهن فراغ ما يبكينش ملزقات ببعض يعني الآب انفنتور مطور فالكديولر حلو تشتغلوا عليه يعني حلو كثير الكديولر مع العلم على فكرة إنه كثير من البيئات المطورة عن الآب انفنتور فيها تعليقات فيها شوية مشاكل بس عادي يا جماعي يعني عادي زي ما بصير معاي بصير معاكم مش علماء إحنا أي مشكلة بتصير اسم المشكلة على الجوجل بحث عنها بتلكها لا حل يعني أنا كيف بحل المشكلة بظلني أجرب أجرب ما زبطتش ببحث عن اسم المشكلة برضو إحنا ما نولدناش والعلم معانا بتدور على الإنترنت غيرك عشرات صار معايا خصوص إنه هذا البرنامج أونلاين فبما إنه أونلاين مشكلة تصير معك ومع غيرك في بيئة حكولي عنها الشباب إنه أحكي عنها اللي هي الثانكبل طبعا يا جماعة الخير الثانكبل مختلفة عن الكديولر ومختلفة عن غيرهم أول إشي هذا البيئة مطورة عن الآب انفنتور لو نيجي هون على الأدوات نفس أدوات الآب انفنتور يوزر انترفيس البوتون التكست بوكس الكثير منهن نفس أدوات الآب انفنتور أكيد بدي يكون فيه أدوات يعني مثلا بدي أفريدر أكيد بدي يكون فيه أدوات مطورة عن أدوات الزيادة مش موجودة في الآب انفنتور بحكم إنها بيئة مطورة الآن أيش المميز في الثانكبل فيها إشي مميز إنه أنت سويت تطبيق عادي طبعا موجود زي الأب انفنتور فيه إنه هنا الديزاين وموجود إلينا البلوكس هيا موجود إلينا ملاحظين في البلوكس أدوات وفيه إنه هنا الديزاين إيش المميز في هذا البيئة المميز في هذا البيئة انه هذا بتترجم التطبيق الكود اللي انت كتبته بصيغة الابكي وبترجم لك اياه بصيغة الاي بي اي شو يعني يعني هذا لما تعمل حفظ للتطبيق اللي انت سويته بتحفظه للاي او اس وبتحفظه للاندرويد تمام هذا هو المميز في هذا البيئة عبل ما انه في الدروس القادمة نحكي عنها ان نعمل هيك مراجعة سريعة على هذا البيئة نطلع عليها افتحوها هاي ثنكبل افتحوا هذه البيئة واطلعوا عليها واشوفوا جربوا حاولوا جربوا يعني مش كثير كثير من الادوات مش كثير مختلفة عن الاب انفنتور اللي كيشن سنسر الماب التايمر السنسورات البلوتوث الشير البوش نوتوكيشن هذه الاداة اللي استعملناه في النوتوكيشن عن طريق موقع اللي هو وان سيجنال اسم وان سيجنال اظن كثير مثلا هي اداة الاد موبايل بانر ادوات الاد موبايل فبالتالي يعني يعني مش كثير مختلفة اللهم في هذا الاختلاف وفي يعني شوية امور بحكم انه برنامج ثاني اكيد بدي ميز حاله في شوية امور طيب ا اذا حكينا عن الاب بلدر حكينا عن الكردولر اليوم بدنا زي ما حكتلكم انا بكرا في التعليقات في احد الاخو طالب من احد الاخو طالب مني انه انت حكيتين عن الفير بيس تمام حكيتين clinic كيف بترفع صور على الفير بيس تمام حكيتين 내 انه ممكن نرفع صور على الفير بيس استوروج بس ما ورجيتنا كيف بدي أرفع صور على Firebase Storage وأستطيع من خلال Firebase Storage أسوي تطبيق معرض صور مثلا تمام أنا بدي أقول لكم كيف ترفع صور على Firebase Storage طبعاً الكوديولر فيه إلو طريقة والMIT App Inventor فيه إلو طريقة الMIT App Inventor بتيجي بتبحث على الجوجل بتيجي بتبحث على Firebase Storage طبعاً أنا نزلتها Firebase Storage.AIX أو Firebase Storage Extension for App Inventor بتلك الإضافة بتضيفها هاي إضافة يعني هي مش موجودة هالأداف الMIT App Inventor بدنا نضيفها إذا بدك على الكوديولر موجودة وجازة خلينا أعرضيكم لأن الكوديولر فيه إلوها طريقة والMIT App Inventor فيه إلها طريقة بروجيكت نيم مثلا خليها مثلا Firebase Storage Next وفيه عندنا هون Finish هاي موجود عندنا هون وفيه عندنا هون أداة اسمها Firebase Storage هاي Firebase Storage ضفناها لاحظوا معايش أعطاني ملاحظة بكل you need to upload a file named google server.services.json to the assist يعني فيه عندنا إيش اسمه الassist folder بدك تضيف عليها ملف اسمه google services.json هذا من وين بتحصل عليه؟ بتحصل عليه من elfirebase cancel تمام؟ فبالتالي فيه عندنا ملف بدنا نروح على الفيرباس نحصل عليه وننزله هون على الassist تمام يا جماعة؟ بينما في ال App Inventor لما نضيف هذه الأداة ما بيعطينا هاي الملاحظة لاحظوا هون بطلب مني ال A B I K وبطلب مني Lestorage Bucket اللي هو عنوان المكان البكت المحفظة اللي بدي أخزن فيها الصور تمام؟ فبالتالي هاي عندنا الفيرباس اول اشي بدنا نسوي لالكوديولر بعدين بنسوي لال App Inventor هاي بدنا نيجي على الفيرباس ونسوي لالكوديولر هاي منيجي هون نحكي له مثلا كوديولر نقبلها ونيجي بنعمل continue احنا مشتلا الكوديولر بنعمل continue ومنيجي مثل ما بنعمل دايما هاي انشأ البروجيكت بنيجي بندخل عليه الان شوفوا كمان مرة انا بشتلا الكوديولر بنيجي هون زي كإنما نشتغل للاندرويد ستوديو باجي بحكي له انشيء لأبليكيشن علشان أنا أتعامل معاه طب ليه بدنا نسوي أبليكيشن؟ عشان هذاك الملف اللي هو دوت جيسون أحصل عليه الابليكيشن بدي يكون اندرويد فباجي بقول له بكل استنى شوي أنا بدي الباكيج نيم هاي الباكيج نيم من وين أنا بدي أحصل عليها باجي على الكوديولر باجي على سكرين وين اللي هي خصائص التطبيق بنزل من هون ادفانس بروبارتسز وبدور هاي فيه هون إش اسمه الباكيج نيم طبعا إذا انت إلك في البرمجة بتكون فاهم شو يعني باكيج نيم بنيجي بنكتب له مثلا كوم دوت مثلا أف بي أس هاي أف بي أس خلي هذا الباكيج نيم بنيجي بنعمله كونترول سي نسخ ومنيجي على الفاير بيس ومنعمله حفظ هاي الباكيج نيم الاندرويد نيم أف بي أس طيب طبعا هذي هون حطط الاختياري اللي هو مفتاح معين طب هذا المفتاح اختياري طب إذا انت بدك تحصل عليه بتيجي من عند هون ومن عند السيتنك بتلكه للمفتاح بتيجي من عند هون بتفتح السيتنك بتلكه المفتاح موجود إذا بدك تطوله تمام هاي السيتنك وبتلكه اس اتش اي موجود المفتاح إذا بدك تضيفه بعدين ارجستر ابليكيشن هذا هو ملف الجيسون اللي إحنا بدنا إياه خلص هذا بيحتوى على كل المعلومات فبالتالي لاحظوا معاي ملاحظة على الفاير بيس ستوريج ما في خصائص الملف الجيسون خلص فيه كل المعلومات وبريح راسك تمام؟ هاي ملف الجيسون عمل له تحميل وبعدين نيكست وما بلزم باك الأمور نيكست هذي لها الاندرويد ستوديو هذا منفل جيسون باجه هون على الاسيست تمام؟ شايفين هذا منفل جيسون اللي هون بسحبه وبعمله أبلود على البرنامج خلص اعتمد الإعدادات هيك الإعدادات يعني صار رابط بين الكديولر وبين الفاير بيس واموري جاهزة مية في المية اللهم إني بدأ روح على الستوريج هنا وديروا بالكم هاي نقطة مهمة وهذا إذا ما ضبطتها صح إذا ما ضبطتها صح اللي هو موضوع السماحية إذا ما ضبطتها صح ما بيكوا بال خصوصا إذا أنت كنت رابط تطبيقك إن شاء الله أني أتذكر أسوي لكم إيه هذه كيف تربط تطبيقك مع الجوجل كيف تعمل ساين إن باستخدام الفيسبوك كيف تعمل ساين إن باستخدام باك التطبيقات الآن إذا رابط تطبيقك فيه هنا على الرولز قاعدة معينة وإذا مش رابط تطبيقك فيه قواعد معينة خلينا مبدئيا طبعا هون الباكت إما بتخليها باكت هاي باكت أو بتيجي هون على الفايلز هيا هذا عنوان الباكت عنوان المحفظة اللي إليك بتيجي عادي فيش مشكلة بتنسخها وبتلسكها في هذا المكان بس اللهم إنه بدون جو جي أس يعني هذا هو تنسخها هيك وبدا الكلمة باكت عفكرة أو بتخلي باكت نفسها ما في أياتها مشكلة بس هاي الـ HTTP ما بدنا إياها وهاي الشحطة البعدة لكم ما بدنا إياها هذا النص بيجي هون بدل كلمة باكت تمام الآن هون فيه عندنا قاعدة بقول لك اسمح لي بالقراءة بس ما تسمح بالكتابة إلا إذا فبديش إلا إذا بنقيم هيك وبتيجي هون بنجي بنحكي له هون بنقيم هادي هاي معطيني إشارة هادي الفاصلة الأمور تمام وبنعمل له ببلش خلص سوى التطبيق اللي بدك إياه وارفع عليه صور مثل ما بدك ما فيه أياتها مشكلة يعني بتيجي على الكوديولر مثلا بيدك تضيف صور فيه هنا إشي اسمه إيميج بكر أو مثلا عن طريق هاي إيميج بكر فيه عندنا إشي اسمه خلينا نتذكر اسمه من هنا اللي هي لست فيو إيميج مش لست فيو عادي هي لست فيو إيميج هاي لست لست فيو إيميج وعادي بتيجي على الإيميج بكر يعني هات نحكي مش مشكلة يعني بس أظن إنه الأمور عندكم واضحة اللي هي آفتر بيكينج وبعدين السيليكشن السيليكشن اللي هي الصورة اللي أنا رفعتها هون بدي أوديها بدي أوديها على الفيربس في إنه إشي اسمه الابلود هاي الابلود وهنا في البعث اللي هو شو بدك تسمياتهن فباجي مثلا بحكيله تسمياتهن لو كان عندنا مثلا هنا ايه 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 فاريابل والفاريابل لو كان رقمي مثلا هالفاريابل رقمي وباجي بحكيلو انو ايه اخذ اللي الرقم اللي مخزن في الفاريابل الرقمي وبعدين شو بتعمل يعني اول مرة اخذت صفر بدي المرة جاي اخذ واحد فباجي بقول له مرة صويتها معكم هذي باجي بقول له هيك زائد واحد عشان صفر زائد واحد دسوا واحد هاي واحد طيب خلاص تمام هيك حفظ الرفع الصورة اذا بدكم مثلا تضيفوا هذه احيانا انها بتصير مشاكل اللي هي اذا صار ارور او فيلد او صار ارور بس هنا بدي يظهر لي مسج عشان اعرف شو هو الارور بضيف لابل بضيف لابل هيك هاي لابل عشان اذا صار مشكلة اعرف ايش هي المشكلة بس يعني وباجي بحكيلو ست لابل دوت تيكست هاي دوت تيكست وحكيلي ايش المشكلة اللي صارت فيما لو صارت مشكلة طيب لو نفس الاشي احنا بننسويه عن طريق الاب انفينتور هاي عنده الفير باس ستوريج بطلب مني الاب اي كي وبطلب مني الستوريج بكيت طيب شو هي الستوريج بكيت هس حكينا عنها الستوريج بكيت هاي عند الفايلز وهذه هي الستوريج بكيت بعملها نسخ وبعملها هون لسك بس اللهم بدون الجي اس بنسخ العنوان اللي هو هذا العنوان طبعا في ناس بيجو بعملوا تغمال لهذا العنوان ليش تعمل تغمال ما هذا عنوان افتراضي يعني كاعدين منجربين عادي بعد ما خلص التطبيق انا بحذفه اصلا طيب بنيجي على الاب انفينتور وهونا البكيت بنعمل له كنترول في طيب الاب اي كي من وين انا بدي احصل عليها باجي على هون بروجكت ستنج اذا مبين مبين اذا مش مبين هاي ويب اي باجي على السماحية وباجي افتح لكوانين السماحية طبعا انا مش متذكر بالضبط اشترجمتها في العربي وبعدين بعمل لهذا انا بنجي كمان مرة هون على الاب روجكت ستنج اه هي تمام موجود هذا هون بعمل له نسخ وباجي هون بعمل له لسق وخلص ولا اشي نيجي هون على الفير باس ستوريج في موجود عيننا هون اللي هي ابلود فوتو في عيننا ابلود فيديو بدنا الابلود فوتو ومثل ما كنا طبعا هون اظن بده تعمل له تكبير خلص انحلت انا مش مش بنفه ليش كان صغير انحل انا كان اعمل له تصغير بتيجي بتعمله من هون تكبير تعمل له تصغير ايش ما بدك اللي بدك يياه هون الفايل نيم وهون الامتداد بس هنا في الامتداد ع فكر انا غلطت غلطة في الكديولار اللي هو الامتداد ايه بتيجي هون في الامتداد ضد ايش ضد جي بي جي ضد في من الفكرات ضد بي ان جي فخلينا نيجي هون على التكست منيجي في هون على الجوين منيجي منيحكي له هون الاسم هذا الاسم باخده من هون وبعدين منيجي هون كمان مرة على التكست منيحكي له مثلا .png.gpg للصور للفيديو اللي بتكم اياه ونفس الاشي هون في Firebase Storage الله أعطيكم العافية وسمحوني صوت تعبان كثير اليوم